اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هم ذولي؟ اعداء العلم والمعرفة انني اتعرض لمؤامرة اها مؤامرة ومن اللي تأمر عليك؟ ان هذا العالم ليس مكانا لي انهم يحاربونني سيكيولوجيا وسيكيولوجيا ايه وبعدين مصار؟ لقد اصبح بيني وبين هذا المجتمع بون شاسع في التفكير الميتافيزيقي عزوز انت عبان اوديك المستشفى مستشفى سبق وان قلت لكم ان هذا العالم طاردا للاباقرة والمفكرين لن ابقى لن ابقى ولا لحظة واحدة ايها الحمقى لن اكون سمتريا لن اكون سمتريا ماهو سمتريا اسمت والله ما راح يضيع كله عنتر عزوز اعقل عنتر لم يضيع قبيلة بني ابس فكيف له ان يضيعني ايها البذر انا بذر انا بذر يا عيال عزوز عزوز عامر اتركه عزوز صار مخ سلي يا عبلة الجبيلين عنا وما لقد بنوا الاعجام منا ابدنا جمعهم لما اتونا تمود مواكب انسا وجنا وراموا اكلنا من غير روع فاشبعناهم منا ضربا وطعنا لا 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 يا واديش قاعد تسوي هنا دعني اجد للعلياء في الطلبي وأبلغ الغادة القصوة بالرتبي يا واديش الكلام الخربطة هذي رتب وما رتب الرتب هذي اللي انت قاعد تقول عنها هي اللي حتيجوا وتاخدك للسجن وبعدين إيش الشعر هذا الملو لو أمشي أمشي قدامي ينقلع يلا قوامي واد أمشي سف 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 ذا المهبول يرجع ذا شكلا ملحوس أسحب أسحب عليه ماذا نفعله عند الحجام يا أبا تاهو يا ولدي أهجد يا ولدي تحبتني في حياتي خلاص أسكت يرحم أمك لا تفضحنا أنا أنتم من بني عبس أم من بني زبيان من بني هلال مش عند هذا السبك خشرت سبك تعني في الموجة من وسيت سبكته الحياة سبكته التجارب وعلمته وهذبته دريبته هالزيبال عجب أخبر يا رحم والديك أنا جاي حلق وامشي بس شش سم بسم ببشر فلتصمر أيها الأسلا يا ولدي يا ولدي لا تخلينا أعطيك مخمس يحب قلبك هيا تعالا أقعد هنا هقعد هنا قوامي هقعد ايه واي اعترن نعبته يا زول تعال حبيبي تعال اسمع ابغاك تحلق مزينو عشان ننسى صالفت عنتا هذا السداب يا للتحسى من بني من؟ هذا الرجل الطيب يا ابا تاهو هذا من بني سودان وأنا من به ايه زل؟ هي المبارزة يا زل المبارزة شنو؟ دموس حلاقة يا واد قر عساك القرير يا واد فضحتنا بين الناس ونزلت وجهي الارض لا تقلق يا ابا تاهو لا تقلق ان هذه ان هذه غنائم الغزوة المباركة فهل من معترد؟ من يعترد؟ فليأتي معي خلف الجبل لنتبار زلجرا للرجل أنا 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 مش معترض خالص أنا مش معترض حضرتك لو عايز البضاعة خدها كلها لو عايز المحل كله خده خد كل حاجة بس سب نعيش سب نعيش سب نعيش الله يكليك سب نعيش ممتاز هيا خد لك يا عزوزر عم أمك جبتالي السمرجة الحوايج هادي أنا اللي حدف عجيمتها وخلينا نمشي أبداً لن نتفع هتريدوا أن تشوي سمعة انتر بنشداد بين القبائل يا ابا تاهو؟ لا 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 نشوي مين؟ سمعة حضرتك ده انت نار على العلم ده انت مش عارف التعامل إيه فصل؟ ده من زمان من أيام هنتر واحدة وإحنا بنحبك أوه يا باشا خد كل البضاعة خد كل البضاعة حضرتك اللي انت عايز براحتك خارج أصبت فليكن في بالك أننا سوف نأتي لنخذوكم في كل أسبوع مرة أو مرتين فلتشتعد للنزالة على الوغد حاضر يا باشا اتنين تلات أربعة الأسبوع كله لو عايز ثمت يام في الأسبوع أخذو حاضر يا باشا حاضر يا أخي ترى ما يصير كده؟ ولدك مريض يتعالج الله يشفيه لا يجلس يآذينه ويآذي خلق الله في الشوارع أبشر يا حضرة الزابط والعزر والسموحة منك الواد هذا أهبل وعقله فيه لوسة شوف انت المسؤول عنه وإذا جاني مرة ثانية ما ألومه هو الله يشفيه ألومك انتك أبو أقول لك له شهر وأبوه حابس في البيت عشان فيه ذاته ضاربه وأنت وشكارك؟ شلوه شكاري؟ هذا خوية تبينا تركاه؟ بصره ببليس ها أبوه لأنت الله ما ترك خوية يا ولدي الله يرحم والديك اسمع كلامي الواد هذا جنني وفضحني بين الناس وخايف بكرة يجيب لي الجريا والزابط يقول إذا سووا أي حاجة سأكون أنا مسؤول عنه عشان كده أنا حبسته يستاهل خليه يعدل لا يا شيخ الآن جايب تعززلي ولا تعززله؟ يا عم بعزوز السجن موه بحل أنت سلم ولدك لي واعتبر موضوعه منتي ومدجج كره الكومات ونزاله لا ممعن هرباً ولا مستسلمي مش مستسلمي جادت له كفي بعاجلة طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي مقومي أوف 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 وش دا؟ معلمك دام انتهي ما له علاج أسمع انت هذه ما اسمها؟ استراحة يعني يجي نجلس ننبسط نرتاح وانت يا فقي موجبته؟ طلّه أسمع خذت شلاتك ذولي وطلّحهم برا ماذا؟ أتطلدوا فرساني؟ ايه أقول لك تبتسكت ولا أطردك محهم؟ يا من شرالة من حلالة علة أتقصد لي بهذا الكلام؟ يا غلام أنا غلام أبو فلافل أنا اللي مطلّك من السجر حق أبوك ولا كان خذت؟ هترفع صوتك على علترة؟ إذن القتال حتى آخر رجل فينا القتال 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 أسمع صديق خمسة دقيقة نتصل كفيل يجي هنا تفهم أو لا تفهم؟ كمين 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 يلا 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 لن أضع لكم شوفوا أأتي في مرة قادمة إكا مكة كيفوا يا خاوي؟ كيف أرى الله؟ ما يجب أن يشفي؟ يجب أن أعياء أعتردون المبارزة الرجل؟ أعتردون المعركة مشكل؟ يا عزو السميق الصالح أنا بقى إلا 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 الله أسمع قلت لك أنا عقد 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 وراسك من وين ضعفهم ذونا؟ إذن القتال ولا شيء إلا القتال أيها الهدد مش قتال أهلا يرجي كنت وراسك طب ما في صلح أو المعاهدة أبدا وقطعا لا شيء أسوى نزال يا بني الاستراحة ها هذا يا فقي ولا تنسى ان انتن فيها شرطة اذا هل تستسلمون لكي يناقنا الدماء والارواع؟ طب دقيقة خلنا تشاور تعالوا عيامي اه مش الشارية بني استراحة انا اقول الرجال شكل عنده خطط قتالية وممكن يعدمنا نستسلم احسن وانت يا صالح اشتقول انا اقول الحرب خدقه خلنا ندخلهم من داخل ونخدم على قد عقولهم اشارك وداي طلع اه خلاص احنا قررنا الصلح والهدنة الهدنة طام العرب الهدنة الهدنة طام العرب الهدنة ماذا تريدون البغاري البغاري البكاري البوكاري البغاري اتركوا ملاعقة بالاستراحة فلنطرب بالخمس فلنطرب بالخمس فلنطرب بالخمس فلنطرب بالخمس هجوم هجوم ميا ميا بخاري ماذا تريدون الهرنا لا لا المصليات 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 يا هذا اسمعنا تلك القصيدة التي كتبتها من أجلي أنت يا أنتر أقوى واحد بالحارة 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 الكل يهابك لأنك زلابة زلابة أود منها زلابة أنا أنا الزلابة أصبر ما خلصت القصيدة جمعت الكديش وجيتنا بالاستراحة استراحة استراحة أهلا وسهلا بك يا ابو الشجاعة استراحة استراحة اعطيه عصرا من القبل تبلاق أنا عيوة أنت طيب طيب من وينكن يا قانت؟ سوف أخبركم من أين أأتي بالنوق يجلس 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 علينا بالزهاب إلى مكان ما أترى ما أراجع عامر إنها أباعر ورعيانها أصبت هيا بنا لنأتي بجيش بني عبس ونغزوها إذا أقول يا عنترى بما أني قائد بني استراحة وشاعرك الأول عندي لك رأي الرأي قبر شجاءة شجعان هو أول وهي المحل الثاني الثاني ولا أقصد ورمى أنا أروح أجيب جيش بني عبس وأنت راقب الوضع هنا عن كثب لك جالك يا عامر إذن إلى اللقاء إذهب رافقتك السلامة يا عامر موسيقى يا عيال الرجال وصل إلى مرحلة خطيرة والذي يسوي ذا يعتبر سرقة وأنا بصفتي قائد بني الاستراحة أقول الصلح اللي بيننا وبينهم ملغي القتال 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 أقول إهجد أنت عزوز المارك للداخل نمش كون أدبوغ فكرة موسيقى لقد حل الظلام ولم يأتي عامر بجيش بني عبس إنها الخيانة يا عامر من أدعها لك يا عامر عموه لقد أتيت إلى منزدك لكي أخبرك خبرا سيء إبنك عامر خائن ماري إنه خائن لقد هجمته في وسط المعرك لذلك يأجب عليك أن تتبرأ منه أطا وعشيرتك أبوغ دارينك رابطان لذي صفاتك مهلة إلا لن إشنين إن لم تتبرأ منه أطا وعشيرتك لقد أتيت إلى منه أطا وعشيرتك أطا موسيقى حبما لقد أتبع تصدق لقد أعلم أنزر أطا لقد أتبالك أطا 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 لا يوجد مشكلة، أنا أعطي بخاري. لكن هذا نفر، كم يعطي أنت فلوس؟ 100 ريال أنا أعطي 200 ريال 200 ريال لكن اسمع، لا يوجد أركب خيل، لا يوجد ألبس كذا، بعدين لا يوجد أكل كثير، حسنا؟ أتبه لله، أنا؟ أيها أنت؟ هجل أفصق ملابسك، يلا أنتويا، يلا أنتويا، يلا بيتكم، يلا، يلا 200 ريال برا تخذونا، لا يشكوش، يلا توكل على الله، يلا، يلا صديق، يلا، 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 على طول على الحلاق، يلا، يلا، على الحلاق، يلا حاسبهم يشكوش عامر، الله يخرب بيتك وبيت اللي يسمع كلامك تاني مرة خير يا عم والصاير أقول لك الواد هذا حيجيب لنا الجرية، وزي ما طلعته من السجن، ودربت على سدرك، وقلت في وجهي، عيتعال انتو وجهك، وخرجنا من المصيبة هذه تخطب عبلة؟ أتخطب عبلة وأنت تعلم عنني أحبها يا خسيمة؟ عزوز أنا جاركم، أنا جاركم سعود، خذر ماذا مدريش اسمه ما ما عارفه، والله العظيم ماك سمعت عنه، يرحم والدك واخر السيف مني، ما بغى موت تكفى عزوز أتظن يوم أنك تسمي نفلك سعودا، ستفلت من الإقاب؟ موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن تأثيرنا فستوا واجه مصيرك ورقم تحمس ترى تمثلية إيلة تحمس خذوه إلى الغمارة إذن إن هذا غش يا بني الاستناعة إن هذا غش أنت راح لبيتكم يلا بشوشة كل واحد البيت يلا يلا يوري عيلا يلا راح ناكنت يلا لا حد يوقف يلا يا عيال يلا دخلونا نيابا الاشتراحة دخلونا نيابا دخلونا نيابا تكفى سعمحوني سعمحوني وإن نصرف هذه جاء الوقت اللي تدفع فيه الثمن غالي دقيقة صغير أنا بأعترف لكم بحاجة أنا اسمي مو عنترا يا شباب كنت بكذب عليكم أنا اسمي الحقيقي يا عبد العزيز من مكة شارح منصور بالله سيبودي نخلونا روح بتقومي عريح كنت بهمزحا تكفى يا شباب تأكد منها الحقي يعني موضوع عنترا هذا خلاص بدري علي أكون عنترا أنا ملي عنها ايه كويس يا عيال اضبطت الخطة والحين هايو عزوز 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 قالها كفتا تعال شف عزوز على جنال الحمد لله كو بوي نو موف هايو عيو أهدارك امون نزل المستسازك الكلبية شتت اررك كيف لديت هايو اشتركوا في القناة